بلال ابو عاصم في هذه المرحلة الثانية نشوف هذي لقطة ربما يتحدث عليها زكريني فيه لمس باليد زكريني؟ لا وجود لمس باليد لماذا؟ حتى ولو فيه شوف اللي يتعوا اللي كولي يعني ديرها بأكملها في يده شوفين ضربت شوف ايوه ما براسه وكتفه ويده ولكن اللي يتعوا راها كولي في صدره مكاولها وجود لضرب الجزاء اذا لوجود لضربة جزاء تفسير واضح ودقيق محمد ستول ربما ثم التزديدة هنا شوف تزديدة في منطقة العملية لكنها بعيدة ببعيدة ونقص تركيز وهذا اللي خرج في الشوطة الثانية لعب ولمديس وما كانش في المستوى نظن هدى في الفريق لكن اليوم بكورات كيمة هذه ضيحهم وتلعب خارج ديار في هذا المستوى يعني جيك نصف فرصة لازم تسجلها وهذا اللي تستفد منها وهذا اللي ما صراش بالنسبة لشباب قاسنطينا شباب قاسنطينا ربما كان اقل مستوى من المرحلة الاولى ربما تأثر وهذا الشيء طبيعي باللتيجة المرحلة الاولى نظن انا مسعود على سبيل وشوفنا في الشوطة الاول كما تكلمنا يعني المنصب الجديد اللي بزاز اللي كان يلعب معه غيرابيس وراء مقني لكن في الشوطة الثاني تفطن لها المدرب غوماز خرج اللعب بولمديس ودخل اللعب سامير اللي يرجع يلعب مع غيرابيس ورح بزاز في الجهة اليوسرى وخلى خلى مقني وراء فوافي وهذا الشيء اللي شوطة الثاني نوعا ما في الوسط ميدان كان احسن شباب قاسنطينا لكن كانت له فرص قليلة هذه واحدة من هذه الفرص يعني ما كانت محاولة وليس وليس فرصة بالنسبة للشوطة والشوطة والشوطة كان في اريحية في الشوطة الثاني وزغدان عادت له نزعة الهجومية وهذه يعني تزديدت من بعيد يعني كانت قادرت يكون من احسن الاهداف لو تسجلت لولا البرعة والتركيز الكبير للحارس السياسي وكانوا لعبين الملودية تحرروا عبدالنور؟ صحيح يعني الفوز يجي يعني كل فوز رح يطيثيق اللاعبين وهذا يعني ثمار فوز بكأس الجمهورية والنهائي يعني عاطى ثماره اليوم ان لعب اريحية وفريق ملودية الجزائر عودنا في بلوغين في المرحلة العودة ما كانش يلعب بالمليح لكن اليوم شهدنا انه اداء يعني كانوا مرتاحين بقى مرتاحين وشوف ضيء عدة فورص واليوم شعب الجمهور مدية الجزائر انظر عرف فريقه اليوم عرف فريقه الحقيقي اليوم ولكن هذه ربما ايضا هي مشكلة في حداتها مدام ان الفريق معنوي ان يكون مليح لازم يفوز يعني المفروض انه لازم في الظروف الصعبة المعنوية تكون الوجهة اكيد يعني الجمهور لازم يوقف مع الفريق وهذا شهدنا ملودية الجزائر معروفة مسعود الجمهور براجع ايضا سيدريك كانوا دور كبير في نتيجة الحالة نتيجة الحالة كان في المستوى سيدريك يعني استدى عدة كورات خطيرة بالنسبة لهذا اللعب خيثر اللي كان يعني سم القاتل